تضرر الشبكة الكهربائية بسبب الحرب على العاصمة والاعتداءات المتكررة على المحطات وأعمال التخريب والسرقة إضافة إلى عدم امتثال بعض المناطق لطرح الأحمال وعدم ترشيد استخدام الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة كلها أسباب تعز إليها الشركة العامة للكهرباء ازدياد ساعات انقطاع تيار الكهربائي مؤخراً انقطاعات ترهق المواطنين بشكل متزايد حيث أن ساعات وجود التيار الكهربائي أصبحت تمثل جزءاً بسيطاً من اليوم لدرجة أنها سجلت خلال اليومين الماضيين أقل من عشرة بالمئة في الأربع والعشرين ساعة في بعض مناطق العاصمة بينما شهدت مدن الجنوب حالة إظلام كامل لساعات وهو ما يزيد من لوم المواطنين على شركة الكهرباء الأمر الذي عبرت عنه بعض الصفحات الليبية على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقتها من جانبها شركة الكهرباء اعتذرت في منشور عبر صفحتها بفيسبوك عن طرح الأحمال لساعات طويلة مهيبة بكافة المواطنين التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية في ظل ما تعاني منه الشبكة من مشاكل فنية آخرها في محطة الزاوية المزدوجة التي توقفت عن العمل الأيام الماضية بسبب تعرضها لطلق ناري من قبل مجموعة قامت بالاعتداء عليها فيما قامت مجموعة مسلحة منذ يومين بالدخول إلى محطة تحويل الحرشة والتهجم على المنوبين وإطلاق النار داخل المحطة بالتزامن مع قيام مجموعات أخرى باقتحام محطة تحويل النهر رقم واحد والدخول إلى محطتي الخمس مفتيح وطرد المنوبين وإقفال المحطتين وبالتأكيد فإن هذه الأعمال تتسبب بحسب الشركة في إرباك العمل وانخفاض معدلات الإنتاج وتخلق خللا في توزيع الطاقة بينما يزداد الطلب عليها من قبل المستهلك ووفقا لما صرح به المتحدث باسم شركة الكهرباء محمد كوري لليبيا الأحرار فإن الشركة تواجه عجزا في توليد الطاقة نتيجة الاعتداءات المتكررة على محطاتها وهو ما أدى إلى فقدان قرابة 500 ميجاوات من الإنتاج فيما توقعت كوري دخول محطة أوباري إلى الخدمة خلال اليومين القدمين وهو ما تعول عليه الشركة للتخفيف من حدة الأزمة وتجدر الإشارة إلى أن خسائر الشركة العامة للكهرباء تجاوزت 61 مليار دينار جراء الأضرار التي تعرضت لها خطوط نقل الكهرباء الرئيسية جنوب طرابلس وكوابل الضغط العالي ودوائر تحويل الطاقة بسبب الاشتباكات في محيط العاصمة منذ الرابع من إبريل الماضي